قرار هام أصدره رؤساء الاتحادات الخليجية بمنح فرصة تنتهي في الثامن عشر من فبراير المقبل لتحديد إمكانية استضافة بطولة خليجي ثلاثة وعشرين في مدينة البصرة مع اقتراح إقامتها في يناير الفين وستة عشر واشترط رؤساء الوفود حصول العراق على موافقة الفيفا ورفع الحظر الدولي على الملعب العراقية على أن تستكمل إجراءات التأكد من جهوزية المنشآت والحالة الأمنية وأقر الاجتماع وضع اسم الكويت كبديل فوري في حال عدم إقامة البطولة في البصرة